أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر وتطلع مصر للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعيدة وتعظيم حجب التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية فضلا عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقية جاء ذلك خلال اتصال هاتفين تلقاه الرئيس السيسي من رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تابون حيث أعرب رئيس السيسي عن اعتزازه بالزيارة الأخيرة لأخيه الرئيس الجزائري ضيفا عزيزا إلى مصر وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الجزائري أعرب عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى مصر مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يجمعها بمصر من روابط وثيقة واهتمامها بتكتيف التعاون وتنصيق الثنائي في كل المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية هذا وتطرق الاتصال إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في ليبيا حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا اشتركوا في القناة